هيا يا خيرا جلال حبيب تلع مازل 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 نطع لها يا مازل 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 تفضل حرام عليك قصدي حلال عليك عايز حاجة تاني يا ابني لا حلوة او كده يا باب خدي متر الورقة ده عشان تسجل ويا ترى بقى هتسجلوه باسم الكمبارس اللي عامل دوري ولا بالتقرير بتاع الدكتور خالد المزور ولا هتسجله بايه يا عمال هتسجله بايه هتسجله بزكائي زكائك وتفتكر انك زكي ما عرصتش منك غيره يا بابا لا لا كلمة بابا دي كلمة كبيرة ولها شرف كبير وانا حرمتك منه فاهم انا حرمتك منه قولي زيادة ابنك اخبره ايه اشتريت للمسدس مسدس ايه مسدس علشان يرفعه فراسك لما تكبر ويمزيك على تنازل على ثروتك عمره ما تحصل عارف ليه لانا انا عمري ما احرم ابني من فلوسه وحقه زمانك بتعمل الا القضية مش قضية فلوس لا القضية قضية الدين افتكر اللحظة اللي احنا فيها دي والمكان ده هتلاقي نفسك انت وهو في مكان شابه بالزبط هتعيش نفس اللحظة وهو رفع مسدس في وشك وهلمضيك على تنازل عن ثروتك ومش هتقدر ترد عليه واحتبع ان يفرق مسدسه كله فيه ما تستفزليش ابني لا يمكن هيعمل كده هيعمل هيعمل اكتر من كده واحتمال كبير يرميك في دار رعاية هارف ازاي بتقرير مزور ودكتور هزور له تقرير وحيقرف منك هارف وحيقرف يدفنك وحيتفنك في مدابن السابعة ومحنش هيمشي بجناستك محنش هيمشي بجناستك وحيقرف منك هيقرف منك افتكر افتكر يا عماد اللحظة افتكر اللحظة دي عزبي الله ونعمل وكيه عزبي الله ونعمل وكيه عزبي الله ونعمل وكيه